بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته الإسلام دين الأدب ودين الأخلاق ونبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليتمم به مكارم الأخلاق فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ليس عيبا أن تخطئ ولكن العيب كل العيب أن تتمادى في الخطأ يا من أخطأت وأذنبت وقصرت اعتذر وتب إلى الله جل وعلا أدب الاعتذار من الآداب الإسلامية التي يغفل عنها الكثير من الناس ما أحوجنا إليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول جل وعلا عن المجرمين يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أن تعتذر لمولاك جل وعلا إذا أذنبت وقصرت في حقه وأنت اعتذر لخلق الله إن أسأت في حقهم ونبينا صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك جليا في قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعاشر الخلق بالتلطف وأن نترك ما يؤدي إلى التكلف وأن نتخلق بأخلاقه المحمدية المصطفوية الله جل وعلا يضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم لأنبياء أخطأوا ثم اعتذروا فقبيل الله عذرهم فهذا حديث القرآن عن سيدنا آدم وعن سيدتنا حواء لما أكلا من الشجرة وتابا وأنابا إلى الله جل وعلا يقول جل وعلا عنهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يقول علماء التفسير في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يقولون أن هذه الآية هي الكلمات التي تلقاه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم نجد أيضا في القرآن الكريم يحدثنا جل وعلا عن اعتذار سيدنا موسى لما وكز الرجل وقضى عليه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ضربة خفيفة بيده في صدر الرجل فقضى عليه مات الرجل فاعتذر موسى لمولانا جل وعلا وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ثم يحدثنا جل وعلا في القرآن الكريم في صورة كاملة عن حوار دار بين سيدنا رسول الله وبين واحد من فقراء الصحابة إلا أن وزنه عند الله عظيم هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وكان كفيف البصر إلا أن الله أنار بصيرته أتى إلى سيدنا رسول الله يسأل النبي في أمور دينه وكان عند النبي جماعة من أغنياء مكة فانشغل النبي بهم فعاتبه جل وعلا ونزل القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى يقصد ابن أم مكتوم وهو يخشى فأنت عنه تلهى فكان النبي بعدها يقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي إن أسأت وأخطأت وقصرت فاعتذر لربك أو إلى خلق الله يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله إن ينته يغفر لهم ما قد سلف أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بهذا الخلق بخلق الاعتذار وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة الحبيب المختار اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته موسيقى